أسقطت دفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة فوق منطقة موسكو وأخرى فوق المدينة وفق ما فاد رئيس بلدية موسكو اليوم في سادس ليلة من الهجمات على العاصمة الروسية وقال رئيس البلدية سيرجي سوبينين إن الدفاع الجوي أسقط طائرة مسيرة فوق موجيسكي في منطقة موسكو وإن الطائرة المسيرة الثانية هاجمت مبنى قيد الإنشاء في المدينة وشار إلى عدم تسجيل أي إصابات وفق التقارير الأولية